مرفوضة أنك تمنع تمنع كتاب مهما كان هذا يدخل معناها في إطار أسانسرة تبقى الكتاب هذي سؤال هل أنه موجه للأطفال أو موجه للأولياء هو كتاب موجه للأولياء باش يقول لهم كيفية تنجموا تجاوبوا يعطيك الصحة بلغتنا بالدرجة التونسية لأنه كثيرا ما يكونوا الأولياء مش عارفين كيفية تصرفوا أمام أسئلت أبنائهم في كل ما هو جنسي حياتهم الجنسية بالجنس صفة عامة والحياة الجنسية والجسم أنا سؤالي وقت اللي وقت اللي سمعت الأسئلة والأجوبة وقت اللي أنت تعمل كتاب باللغة الدرجة موجه للمجتمع التونسي ولي أطفال توانسة وعيلات تونسية وعيلات تونسية هل أنك كواعي معاش كون تحكي يعني وقت اللي نجي ونسأله سؤال بربي الرجل اللي نجمي عرص براجل ومرأة نجمت عرص بمرأة والجواب يكون إن شاء الله وقت اللي أنتوما تكبروا معناه تتغير الأمور هو ينجم ولكن في تونس القوانين تملع هكا الإجابات شنو اللي فلت على روحك فلت على روحك فرصة أنك تتناول مواضيع أنا نعتبرها مؤمة في مجتمعنا وخلقت إشكال اللي خلى اليوم الكتاب هذية ما عادش نجم ما عادش نجموا يتحصلوا عليه الأولياء نتفقوا على المبدأ هل أني التربية الجنسية مهمة وإلى لي يبدون يفهم إجماع إجماع العالم أني التربية الجنسية اللهم الناس اللي ما زالوا يضربوا على قلوبهم وهو شيء هذا مش امتيانة ويعتبروا أنه معناها أنه هذا عيب ونقعدوا عايشين في ذقافة العيب ونغمضوا عينينا ونخليوا أبنائنا يمشيوا يبحثوا عن الأجوبة في أي موقع من المواقع الإباحية أو غيرها على خطر الصغير يحب يعرف يحب واختي تجين يتقولوا لا عيب وما تقولش هكه وحرامه وليه وش بك تقولها كية فهمش يكون يعارك فهمش يكون يضرب صغيره وش بك تقول في الكلم هذية رأنا في عالم يعمل هكا تاك 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 تو يلقى الإجابات الخاطئة الكل في حين أنه الكتاب هذية ترحل كثير من الأسئلة بطريقة سليسة وطريقة سهلة وكل الدراسات أجمعت على أنك يلزمك تحكي على المواضيع هذية مع ابنك من اللي هو صغير أما يزمنا يزمنا الفرق بين الأطفال يعملهم أربعة وخمسة سنوات والتفولة معناها اليافعة اللي عمره 12 و13 ومش كيفيش موش نفس الشيء إذن ما المشكلة بالنسبة لك المشكل أنك ترحت سؤال في قطيعة تامة مع العقليات التونسية يخي أحنا اليوم في تونس في وارد من أننا نحكيه على زواج المثليين أحنا اليوم في وارد أن نعلم صغارنا أنهم يحترموا الحريات الشخصية والفردية وأنه مش من حق حتى حتى حد أنه يدخل فيما يحصل في غرف النوم لا أفراد ولا دولة أنك اليوم تفهم أطفالك ربما أنه الزج بالمثليين في السجن ما هو شي حل وما هو شي منطقي أنك اليوم تعرض لجال ونساء للفحص الشارجي راهي حاجة غير إنسانية هذا اليوم يجبنا نطرح هذو ما الإشكالات اللي عنا أحنا اليوم في تونس أننا نتعلمه نحترمه الحياة الشخصية نفاوصلنا احترمنا حياة الشخصية ما بعدك على حاجات معناها الي اليوم وقت اللي تعرف قوة اللوبي المثلي في العالم أيها وتعرف اللي أطفالنا اللي يتفرشوا مثلا سيغلي سيغيين نتفليكس وشباننا ما فم حتى حتى مسلسل ما فيهش إقحام لحكي هذه مش ما فيهش إقحام شرط شرط أنه يكون موجود وأكثر من التطبيق هي الحالة العادية أنك ما تعرفش صيد هذا يحب رجالة يحب النساء يحب الناس كل يحب بعضهم يحب بعضهم أحنا بعض يسر على هذا لونك أنا يؤسفني جدا أنه أنا نقوله وصلنا معناها للإشكال هذي وصلنا منعنا لكتاب في حين أني كانت فرصة أن على الأقل الناس كل تقتنع كباراً وصغاراً أن ما يحصل في غرف النوم لا يعنينا لا أحنا كأفراد للدولة اللي يتعاقب بالقانون مستمت حب تتكلم في الموضوع مع المنع اللي يحصل مع الوقوف على خطورة المضامين